هنوح لخبر الحقيقة محل يمكن تصدر الميديا اليومين اللي فاته وهو إقاف لعب جديد في رفع الأسقال بعد إيجابية عينته للمنشطات وهو عبدالله جلال هذا اللاعب اللي شايفينه في الصورة ده طبعا لعب كبير وكان حصل على برونزية دورة الألعاب الأولمبية للشباب والتي تلعبت في الأرجنتين 2018 فكان بينتظره مستقبل بهر ولكن للأسف اتخذ عينة وطلعت إيجابية وبعد الموضوع ده طبعا عبدالله هيخذ على جلسة استماع مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات نادو قبل ما يطلع طبعا الحكم الرسمي واللي هيكون في الغالب يعني إقاف أربع سنين أو سنتين للأسف طبعا إحنا قلنا وحذرنا ميرانا وتكرارا إنه في حاجات بتبقى فيه في اللستة واللعب ياخدها هو مش عارف ولكن أنا برضو مش عايز أجيب اللوم على اللعب أكتر من الاتحاد لازم الاتحاد يرائب لعبته كويس رفع الأسقال والألعاب الفردية لتجيب مدليات مش مسؤولية اللعب فقط الاتحاد اللعب لأنه هو المنافسات في مصر مفيش أندية كبيرة يعني مش زي الكرة مثلا في أهلي وزمالك وأندية جمهرية كبيرة وأندية وزي كرة السلة جزيرة الاتحاد زي الكرة اليد مفيش أندية بطرعا اللعب اللعب رعايته الأساسية الأندية طبعا يعني بالنسبة ولكن الاتحاد هو الأساس الاتحاد هو الأساس فالاتحاد لازم لازم يكون فيه منوترينج كويس رقابة على اللعب وكل أكل شرب بيأكله بيشربه لازم يكون بيعدي على حد مختص حد عايش مع اللعب اللهم هل احنا عايزين مديلية ألمبية ازاي انت عايز مديلية ألمبية ازاي وانت مش مرائب اللعب ده انا متوقع ان اللوم مش على لعب اكتر ما هو اللوم على الاتحاد ازاي الاتحاد ما رائبش اللعب ازاي ما بتعملوش كشف ازاي ما بيكتبش لست الأدوال اللي بياخدها حتى البروتينات والحاجات اللي بياخدها سبليمنتل او مكملات غذائية ازاي ما بيش مرائب اللعب ازاي اللعب لو لا قد ما توفر له كان وضع طبيعي جدا انه كان هيقول ايه الوضع وكان هيبقى كاشف كل حاجة او كان هيبقى عارف الاتحاد كل حاجة ما كناش وقعنا في موقف زادية والله اعلم من تاني هيجي بعد عبدالله يعني نقدر نقول له عزاقنا الوحيدة عبدالله ما عليش انت سنك زغير ربنا يا رب يعني يكرمك تعدي من هذا المطب سريعا يعني لسه شاب زغير ان شاء الله رفع الاسقال بيعودوا لأعمار كبير فان شاء الله يعني كنا نتمنى ان انت تكون مفيش مطب زادا ولكن ان شاء الله انت قده قدود وتقوم منها اقوى من الاول ان شاء الله